المهم أوصل لك الصوت المهم صوت النبي يوصل لك مرة ومرتين وثلاث وعشر ومليون مرة وانكرر هذا الكلام وانكرر وانكرر إلى أن لا يبقى شيء من البكرية في الأرض تتلاشى نهائيا مثل ما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله على عبادة اللات والعزة سنقضي إن شاء الله مع إمامنا المنتظر صلوات الله عليه حال خروجه على عبادة أبي بكر وعمر هذا هو إمامنا همعايش لهذا الهدف إمامنا الحجة المنتظر صلوات الله عليه يعيش لأجل تحقيق هذا الهدف كما في زيارته الشريفة أشهد أنك أن الله اصطفاك صغيرا وأكمل لك علومه كبيرا وأنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت اللهم صل عليه وعلى خدامه وأعوانه الجبت والطاغوت في لسان آل محمد عليه السلام أبو بكر وعمر إمامنا المهدي عليه السلام يعيش لأجل تحقيق هذا الهدف إبطال الجبت والطاغوت اللات والعزة في الجاهلية الثانية هذه قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلينا أمير المؤمنين عليه السلام ما مضمونه يا علي كل من لا يواليك فهو عابد وثن ارجعوا تقريبا بهذا اللفظ في بعض الروايات هؤلاء يعبادوا الأوثان نعم مو أوثان من حجارة نصبوا أوثان من لحم دم بشر مثل ذاك الرجل هو سمع من النبي مباشرة أنه يقول إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه عدل عن تنفيذ الأمر النبوي وطبق الأمر العمري فإذا جعل عمر ماذا وثن هو هذا قول النبي هو قول الله إذا أنت لم تستجب لقول الله عز وجل وقدمت عليه قولا آخر لإنسان آخر فهذا معناه أنك نصبت وثنا خلص إنه هذا كان حال الوثنيين يتركون دين الله وأوامره ويتبعون ماذا أوثانهم